عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات والتأكيد على أهمية أعمال الصيانة وحسن إدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات كما تم تطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القابضة وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة